بهدف إعادة أحياء التراث والفولوكلور السوري وبهدف إثبات صمود وقوة الشعب السوري افتسح مهرجان التراث السوري الخامس للسياحة الذي تقيمه مديرية السياحة بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة لمدة ثماني أيام يؤكد من خلالها الحرفيون أن سوريا بلد الحضارة بلد الأبجدية الأولى هي باقية 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 مهما شاء من شاء أو أبا من أبا هذا المعرض عاملينه المهرجان الخامس للسياحة لإعادة إحياء التراث وإعادة إحياء الفولوكلور السوري من أجل الحفاظ على التراث والفولوكلور السوري بما يخضم لهذه المحافظة يعتمد هذا المعرض على إعادة تدوير المواد الطبيعية والأقمشة وأعطائها قيمة فنية وتراثية والاستفادة من توالف الطبيعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها بشكل آخر كما عبر المشاركون عن تمسكهم بهذه الحرف التي تحمل الهوية السورية وهوية السويدة التراثية بشكل خاص اخترنا مثلا الصدفيات وفيه من عندي من البلوط فيه عندي أشياء كلها من توالف البيئة ومن الطبيعة الشغلية طبعا أنا مشارك بمجموعة من الأعمال الخشبية اليدوية بتخص التراث نحن مشاركين بالحرف التقليدية أحياء التراث بالمضاف العربية بصناعة القش الأشغال اليدوية كمان نحن مشاركين بأحياء التراث القديم بالأعمال اليدوية بشتغل حركة الخشب بحاول دخل ألوان مائية بالخلفية بتعطي حياة للوحة استمرار هذه الحرف هو استمرار للإنسان السوري الذي أنشأ هذه الحضارة في الأرض منذ ألاف السنين واستمرار السياحة هو عنوان عريض لاستمرار عجلة الحياة في سوريا وتحدي كل أشكال الإرهاب ترجمة نانسي قنقر